ماتش النهاردة بين فريتين كوبار في القرى الافريقية الاهلي دايما بيحترم جميع المنافسين يمكن النهاردة بطولة تانية النادي الاهلي خلاص موضوع الدوري افلوا بالماتشات اللي فاتت بالنتائج اللي فاتت وبنبص على دوري ابطال افريقيا لما تبص على التاريخ في دوري ابطال افريقيا هتلاقي نمر واحد النادي الاهلي تاني لما تبص على التاريخ في دوري ابطال افريقيا وفي كل حتة وفي كل بطولات بيخشن النادي الاهلي هتلاقي النادي الاهلي هو اللي بتصدر جميع الارقام القياسية في البطولة سواء في حصد اللقب برسيد عشر القاب ضعف اقرب منافسية اقرب منافسية واخدها خمس مرات وكمان النادي الاهلي اكتر فريق وصل لانهاء البطولة وصل لانهاء البطولة 14 مر اربع مرات لم يحالفوا فيها التوفيق لاسباب غير فنية في بعضها لو كنا فاكرين نهاية البطولة 2017 و2018 واحدة قدام الوداد واحدة قدام التراجي كان بفعل فاعل بسبب التحكيم لو حضرتكم فاكرين لكن احنا مش هنبكي بقى على البن المسكوب ونقول احنا خسرنا بكذا وخسرنا عشان كذا لا مش ده النادي الاهلي احنا بنبصر قدام الحمد لله قدرنا نرجع اقوى وحصلنا على بطولتين عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين وان شاء الله بدون موقعة تكون عشرين اتنين وعشرين النسخة الثالثة على التوالي والحداشر في طريق النادي الاهلي محطما رقم القياسي القديم اللي هو عشرة ومرتين وربعة واخد البطولة